إلى تطورات الحرب في أوكرانيا جددت روسيا قصفها لمنطقة أوديسا جنوب أوكرانيا واستهدفت موانئ على نهر الدنو فيما أكد الجيش الأوكراني واسقاط 26 مسيرة من تراز شاهد 136 بالتوازي مع ذلك اندلعت عشرات الاشتباكات شهدتها جبهات في شرق وجنوب أوكرانيا خاصة في مخبوط وميلوتوبول تغلي مياه البحر الأسود في الجنوب الأوكراني لا تتوقف هنا لغة الاستهداف والاستهداف المضاد بين الأوكرانيين والروس تهجب روسيا مرة أخرى الموانئ الأوكرانية على نهر الدنو ليلا وصباح تستخدم أساليب معقدة لإرباك الدفاعات الأوكرانية تقول قيادة الجيش الأوكراني هكذا تبدو أسراب الطائرات المسيرة الروسية في مرمى النيران الأوكرانية كما تظهرها صور القوات الجوية الليلة الماضية جرى إطلاق 38 مسيرة من اتجاهين في الوقت نفسه هذه الطائرات تحلق في اتجاهات مختلفة دفاعاتنا تمكنت من تدمير 26 مسيرة هذه المرة في الشرق كما في الجنوب لا صوت يعلو على أصوات المدفعية هنا باخموت لا تزال بؤرة رئيسية للقتال يحاول الجنود الأوكرانيون استعادة السيطرة في بلدات ومناطق تبدو كأنها خراب عشرات الاشتباكات جرت خلال الساعات الماضية بين الوحدات الأوكرانية والقوات الروسية أفدييفكا، مارينكا، نوفاميخايليفكا، شاختار وفوغليدار اسمهم مدن وبلدات صارت عنوانا لمعارك يومية صدت قوات الدفاع هجمات العدو في اتجاه أفدييفكا وسيفيرني في منطقة دونتسك وفي اتجاه مارينكا قام العدو بعشر محاولات هجومية فاشلة لإبعاد وحداتنا عن مواقعها بالإضافة إلى ذلك حاول العدو استعادة المواقع المفقودة في منطقة دونتسك لكنه لم ينجح بالتوازي مع هذه التطورات يعود زيلينسكي وفريقه من جولته إلى كييف بوعود بمزيد من الدعم العسكري بعد أصول دبابات أبرامز عين أوكرانيا باتت على صواريخ أتاكامز الأمريكية والطوريس الألمانية في معركة طرها طويلة ضد الروس حدة المواجهة بين أوكرانيا وروسيا تحتدم يوما بعد يوم لغة التسعيد تلمس هنا ليلا ونهارا ولا حديث وسط المسؤولين إلا عن مواجهة يبدو أنها ستطول محمد زاوي العربي كيير